تبسير الأحلام احيان كتير من الممكن ان انا اشعر ان في بعض الاعراض اللي ظهرت عليها وانا مش عارف دايه العرض يا جماعة نتكلم عن الاعراض التي تدل على الحسد الشديد في حسد ومن الممكن يكون عابر ويروح لحالوة انت ما تشعرش به لكن في حسد شديد ده بيلغبط البيت بيقلبه رأسا على عاقب والكلام بصفة عامة للرجال والنساء فانت طالما فتحت الفيديو ده اسمعوا للنهاية مش عاشين مشاهدات ده المصلحتك انت لان الكلام ده للأسف الشديد موجود في كل بيت نهاردة الناس ومع شديد الأسف نفسها ما باتش كويسة معظم الناس الا من رحم الله تبارك وتعالي انت من الممكن انك تحسد على اقل الاشياء على فكرة يعني المصيبة ان انت ممكن تكون اقل للناس وبتتحسد الكلام ده واقع اللي بيسمعني دلوقتي عارف ان الكلام ده واقع وواقع قليم كمان ومع شديد الأسف فيه أعراض لو شفتها على سيادتك او شفتها في البيت اعرف ان انت عندك حسد شديد جدا اول علامة اعتزال الاهل طبعا الكلام ده ممكن يكون ليك وممكن يكون لحد من أفراد أسرتك فجأة لقيت ابنك اعتزل اعتزل للبيت عايزة عاد لوحده او بنتك او ممكن انت ما بتشعر انت عايزة عاد لوحدك مش عايزة عادة في البيت اعتزال الاهل لا دي يعني دي علامة يعني مؤشر ان في حاجة غلط اتنين الشعور بالبكاء انا عايزة بكي ومش عارف انا عايزة بكي ليه اعرف ان ده حسد شديد الضيق بدون أسباب ما جالكش مرة كده احساس والشعور بالضيق وانت مش عارف انت متضيق ليه من الممكن على فكرة انك تكون مثلا كل حاجة متوفرة ليك بس انت متضايق انت مش عارف انت متضايق ليه يعني ربنا كرمك وكل حاجة بس متضايق اعرف ان ده حسد شديد من الممكن ان انت تشعر بعدم الاهتمام بالمظهر انت راجل شيك ومحافظة على نفسك وعلى لبسك وطول عمرك نظيف والقميس لازم يكون متوافق مع البنطلون وانت كذلك برضو بتحبي الاحتفاظ بالمظهر فجأة مفيش عناية بالمظهر اي حاجة لبسها وخلاص اعرف ان ده حسد شديد من الممكن ان انا اشعر بالقلق والتوتر وبدون سبب بالمناسبة لازم نعلامات دي كلها تتجمع علامة واحدة مش كفاية علشان برضو كلامي يبقى واضح ودقيق فمن الممكن ان انت تشعر بضيق وتوتر وبدون سبب العلامة اللي بعد كده ان انا ممكن اشعر بعدوانية تجاه الاهل في البيت او حتى الاصدقاء او حتى الزملاء في العمل عندي شعور عدائي ومش عارف جالي منين وانا ما كنتش كده اعرف ان ده حسد شديد من الممكن ان انا احس بالشعور اللي هو بالارهاق بالتعب بفقدان الوعي بعدم الاتزان مش الاتزان انك بتدوخ لا انت مش مظبوط مفيش اتزان انت كنت شخص حكيم فجأة مفيش اتزان في التصرفات وفي التعاملات اعرف ان ده حسد شديد العلامة اللي بعد كده ودي يعني سبحان الله العظيم من اكبر العلامات على الحسد الشديد فقدان الوزن بدون سبب انت بتقول ايه تصدق ان انا بحس ان انا بخس ومش عارف من ايه وبروح للدكتور وباخد مقويات وبجيب كل الحاجات اللي هي مكملات الغذائية من الصيدلية وبرضا عمال انشف ده اسمه حسد شديد طبعا الاصل لما يبقى فيه حاجة خاصة بالجسم الاصل ان احنا نروح للدكتور وما يكونش فيه عرض سبب فقدان الوزن ان انت طبيعي وسليم اساسا هنا نقول حسد انما خلاف كده لا الكلام مالوش دعوة بينا الخلاف كده اللي عنده مرض مثلا سبب له انه فقد وزنه ده مالوش دعوة بينا انا بتكلم على الشخص السليم اللي ما عندهش اي حاجة تخليه انه يفقد وزنه وبيفقد الوزن يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه من الممكن ان ما اشعر بالاكتئاب وبدون سبب الدنيا متوفره لي كل حاجة عندي وعلى فكرة حتى لو ما عنديش بس انا عندي شعور بالاكتئاب وما اناش عارف جالي منين هذا اسمه حسد شديد زيادة الشكوى بيه بتشتكي بتشتكي ايه بتشتكي حالتك طول ما تطعب مع حد انت ما كنتش كده ده اسمه حسد شديد اللي بعد كده من الممكن ان انا اشعر بالغضب الشديد وهو مش عارف هو غضبان ليه وغضب غير مبرر وغضب على قد فهي الاسباب كل الكلام ده بيدل على الحسد الشديد من اشد علامات الحسد الشديد الاحساس بالجنون تبتول ايه ايوة يجي لك شعور ان انت هتتجن حتة الجنون والجنان بتهف عليك ده اسمه حسد شديد من الممكن انا احس بالتعرق ان انا عرقان وعرقان في تكييف طب ليه انا مش مريض انا محموم ليه العرق ده جاي منين ده اسمه حسد شديد حينا من الممكن ان انا اشعر بصداع شديد وبدون سبب واخد معا مسكنات ما فيش فايدة ده اسمه حسد شديد بالمناسبة اي صداع اي صداع يجي لك والكلام للرجال والنساء وتاخد معا مسكنات وما يروحش اعرف ان ده مش طبي دي قاعدة كده بنقسين خدها كده على جنب نفسك اي صداع ما يروحش بالمسكنات هي حاجة من اتنين يا حسد وعين يا سحر تبدأ تدور على الحاجات دي الحاجة الاخيرة وهي الام في البطن الام في البطن طبعا الالم اللي في البطن ده بالكلام اللي انا ذكرته في البداية ان ما يكونش طبي يعني انت اساسا ممكن يكون عندك قولون فالقولون تعبك ويبقى لما تتعب تقولي ده الشيخ بيقولي ان انا عندي حسد لأ انت ما فيكش حاجة اساسا وفجأة الام روحته الدكتور ما عندكش حاجة ما الام ده جاي منين اعرف انه حسد شديد وربما يكون سحر سحر مشروب والكلام ده هيجي عنه بالتفصيل لما نتكلم عن السحر المشروش او عفوا المشروب او المأكول دي كانت بعض العلامات على السحر او عفوا الحسد الشديد طيب العلاج راقي يرقيك يقرأ عليك الرقاة الشرعية وان شاء الله هتبقى كويس ولو انت تحسن الرقاة الشرعية يقرأها على نفسك او ان في اي حد من اهل بيتك حافظ الرقاة الشرعية حتى لو مش حافظ يكتب في جوجل الرقاة الشرعية هتطلع لك خليه يقرأها عليك مع بعض الحديث من السنة زي مثلا بسم الله ارقيك ممكن داني ازيك ده حديث مشهور دعاء مشهور للرقاة اعوذ بكلمات له التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة بسم الله لازم يدور مع معسمي شيء وفي الأرض وفي السماء والسماع والبصر كده يعني انت فاهم الحديث دي الخاصة بالرقاة تقرأها مع قولها الله واحد قول عوذ برب الناس قول عوذ برب الفلاق والحاجات دي كلها تحاول ترئي بيها نفسك وما تذهبش لحد لو انت تحسن قراءة الرقاة الشرعية وان شاء الله هتبقى كويس بإذن الله تبارك تبارك تعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته